موسيقى موسيقى وبجري عالعيالي وبارضا وبعد كلهم بالحلال وعلمتهم وربيتهم وجوزتوا وبكمل بقى بقيت مشواري يعني الشغلانة دي بالذات 13 سنة قبل منها بيعت فاكهة 12 سنة كمال يعني طول عمري ما عادش متجوزة بقاري 30 سنة ما عادش لسنتين اتنين في البيت بطلع من بيتي 4 الى ربا بركب وباجي الحد هنا بوصل هنا ستة ستة وعاشرة وأقعد زي ما انت شايفها كده وأجيب ميتي وعدتي وشو أفرش وأشوف زبايني وشغلي وأخلص كده على الساعة 2-2 ونصف بس أنا لازم أقاوح مع الوقت اللي إحنا فيه وقت غالة دلوقتي أنا لا راجل ولا أتعيل بيديني جنيه مين يشيل معي المثولية دي؟ عندي بنتين عرايس مينفعش إن أنا أتلاحهم يشتغل ودول فيهم التامعة أنا باجي على نفسي وعلى روحي كده عشان أكمل مشواري معاهم وربنا يوفقني وسطرهم وبعد كده تكل على الله هطلع الحجم وشكرا للسحية أنا الثقبات اللي بتواجهني أنا أكل منين؟ وادفع إيجار وجهز بنات بحول وبادفع إيطات وزي ما أنت شايفة كده الحياة غالة على الراجل نفسي أنا جمل يا بنتي أنا أنا بط فيه ناس ألفانة من القاعدة دي وتقول لي أنت قاعدة إزاي؟ في الحر داي حاجة قاعدة إزاي؟ في الهوى والنطرة دي حاجة قاعدة إزاي؟ في الرملاء والتراب داي حاجة أكل عيش أنا بقاوح أنا بقاوح مع الزمن في الغلاء والقرف اللي إحنا في ده بس عشان يكمل مشواري ورحليتي للبنات اللي طالعة دلوقتي ربنا يوفقهم ويهديهم من موضوع النيت والحاجات اللي داي حواليهم يبطوا لأهلهم والعيشة أهلهم ويكفحوا في الوقت ده عشان يتجوزوا ويتوفقوا في مرحلتهم اللي جاية ويعيشوا حياة كريمة بجيب حاجاتي وأنا جاية شلاها على دماغي من الأليوبين كل حاجة في الشنطة دي على دماغي والعمبوة على دماغي جاية الصفح شلا دي علوة كده المية بجيبها من الجابل من جوه بجيب المية من الجابل لو بطلع الجابل جوه ده إذا ما حدرفك شفتني كده أنا دي متاع دي خطوتين بتمنى إيه من ربنا ستر بنتاني واحج بيت الله